اشتركوا في القناة طبعا انا ميردينيش تخصوا معايا المطبخ ومفسحكمش طبعا اكيد زهقتم المطبخ وعايزين تتفرجوا على السعيد وشوارع السعيد ومحافظتنا وكده يعني فانا قلت ايه لازم ايه احنا كده في ترقبين العربية وراحين ايه نتفسح في مكان انا او مرة اروحه انا بطلع عشان خاطركم على فكرة انا ماليش في الطلوع والدخول بس طلع عشان خاطركم وعشان خاطر حبيبي يتفسحوا معانا كده انا احنا ركبنا العربية وماشيين ماشيين ماشيين في الشوارع بفسحكم ايه رأيكم في الجمال ايه رأيكم في بلدنا ما تقولوش عليها سعيد خالص طبعا عجبني منظر ونزلت من العربية عشان ايه اه افرقكم عليه منظر الوردي ده جميل 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 ده الكاميرا زلما الطبيعة بتاعته حلوة خالص على فكرة بصوا الله الوانه جميلة كمان الوانه طحفة فاي منظر بيعجبني وانا ماشي انا بصوره لكم بفسحكم بقى اما لانا اشوفه الوحدي ما ينفعش بصوا كمان ده محل ودي ليفطة على فكرة انا هصورها لكم بس عجبني الجوكور بتا قال ليفطة جميل اوي هستان اجرب لكم هقرب الكاميرا هعمل زوم بصوا طحفة انا مش عارفة ده بتروعب ولا ولا يفطة عجبني المنظر صورتها لكم بعد كده عديت بقى من نفس المكان اللي انا كنت بصور فيه دوت لقيت شارع اسمه الممشا الممشا ده عبارة عن محلات كده محلات مفيش فوقها سكن ولا حاجة يعني شارع صغير كده فده دي كرات للتصوير اللي انا بصورها لكم ديت اه المحلات دي كافهات واكل وحاجة سقع وكلام من ده يعني ده محل هدايا وده محل اكسسوارات وبرفنات مستحضر التجميل ودي تصوير برضو دي كرات للتصوير ربني يرزقهم يا رب الشباب وربه عليه لنه هو بيفكر ويشتغل ربنا يرزقهم يا رب بصوا انا اول مرة برضا اعدي من الشارع ده على فكرة فانا قلت اصوره لكم انا سانا ما كنتش بطلع يا جماعة من الشغل للبيت ومن البيت للشغل ولا اللي عزيم انتوا بتطلعوني عشان افسحكم بصوا الكويتش بتاع العربية ده ملونينه وزي كراسي يعني بيستعملو زي كراسي والذكرات دي طبعا للتصوير واي واحدة بتليفونها او اي واحد بتليفونه بيتصور الشباب دي بتصور ودي وردة طبعا خدناها من محل هصوره لكم ان شاء الله وكده خدناها كملناها برضو ايه تمشية برضو عشان ايه اصور لكم وايه وانا ماشي في الشارع المكان ده طبعا انا انا روحت قبل كده وصورته لكم فقلنا بقى يا عازين نغير ما نروحش المكان هو هو عشان ما تزهقوش مني فروحنا بعديه بشوية كده في مكان حلو برضو اهوة بعديه بخطوتين اتنين بالزبط نخلنا فيه وجميل جميل بص الدخلة فزيعة فزيعة السعيد مبقيتش سعيد يا جدعان ولا تقدمنا كتير اهو هو دورين بس انا بصراحة كان الوقت اتأخر علينا عشان احنا روحنا مكان تاني برضو غير التمشيحنا مطلعناش من البيت جينا على طول كنا رحين نشتري طلبات وبعد كده يعني رحنا نصور بقى عشان كده اتأخر الساعة كده بقيت عشرة فايه ما كملناش بعدي التصوير فوق وصورنا الحتة الاخيرة دي واحنا مستاجلة دي الترى بزا كان قاعد عليها ناس قابلينا فهم قاموا واحنا دخلين فمسحوها وعقموها وغيروا المفارش البيضة ديت وده المينيو اللي في النص ده المينيو وحطوا الميا والكاتشب والسوس الحراء دوت وبصراحة نظافة حلوة بصراحة المكان نجيف جدا وطلبنا طبعا ايه الاكل بتاعنا سريعا سريعا طبعا عشان متأخرين آآ دي سندوتشات فراخ آآ دي لحمة بكاتة بسوس اللمون والبقدونيس تحفة تحفة ومكارونا واي سوس وبطس محمرة وعيش ودي برضو سندوتشات فراخ وطبعا السلطة وطبعا ايه كنت بصور لكم سريعا سريعا ان هما اتأخروا في الاكل وكنا متأخرين فكده يعني انتم عارفين بقى كده يعني بسرعة بسرعة في جايبين برضو الجوانتيات وشوكة وسكينة وكل حاجة بتلمع بصراحة حاجة تفتح النفس وايه انا هلبيس اليمين بس لان انا هاكل باليمين الشمال قلت ما لازمتاش حاجة يعني كفاية جوانتي واحد يلا حط التانية بت كده يلا وجربي معهم الاكل وقولي رأيك عشان ايه يتفضلوا يروحوا وطلبوا نفس الوجبة دية اه حلوة هي حاجة جديدة اه عننا يعني بس حلوة بصراحة انا بحب اجرب الجديد بصراحة الصوص بتاعها ده اللي هو باللمون والبقدون استحفة تحفة انا اهل فرق اللحمة وبدوء ليه الماكارونا وبدوء البطاطس بعدين مش عايزة ماكارونا بصوص الابيض بنزلك ماكارونا بصوص الاحمر يا انت اللي بتنقل اهو بقول لكم جميلة جميلة حطوا لايك عشان الاكل الجميل ده وكده ركبنا عربيتنا طبعا واتكلنا على الله وقلت اصول لكم وانا امروحة عشان تشوفوا جمالي السعيد وحلوة السعيد والناس اللي عدا في السعيد عاملين ايه وطبعا ما تنسوش تصلوا على رسول الله انا اتلهيت معكم في الكلام ومعرفتش اقول لكم صلى على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام او تنسوا ذكر الله ذكر الله والله بيريح القلوب وبطهر القلوب وربنا كده يا رب يجعلنا من القلوب الطهرة واللسان الطهر يا رب كده ان شاء الله كده طبعا احنا ماشيين 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 بنتماشي مع بعدينا طبعا دخلت الشوارع دي انا اول مرة خشها الشوارع دي اصلا واول موصل اول مرة اوصل في حتة الاسم دي اول مرة شوف الاسم في حياتي من ساعة ما اتجوز من مدة خمسة وعشرين سنة اول مرة شوفه ولو وصلت هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل للك كل جديد مع سلامة احلى قوات